استقدمت جورينا للعمل في لبنان عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها فقط في هذا العمر الذي يلعب فيه الأطفال كانت تنظف جورينا منزل مستخدميها في صيدة ليلا ونهارا جورينا ضحية الإجار بالبشر دخلت قاصرة من بنجلادش إلى لبنان بعد تلاعب مكاتب الاستخدام في بنجلادش ولبنان بأوراقها وبعمرها دخلت لبنان على مرء من الأمن العام وعملت من دون أن تتقاد أجرها كانوا مشاكل كثير كانوا يضربوك؟ وضربوك أنوا مدام يستلق وين كنت تنامي؟ سالون بالسالون؟ ما كان حتى عندك أوضة؟ ما في لي ما في عطاك أوضة أنا نم حالي سالون وين على الأرض يعني؟ بالكاربت في كاربت كاربت أقرى لبنان في العام 2011 قانونا يحارب الإجار بالبشر لكن لم تصدر حتى اليوم أي أحكام بحق أي من الذين يشاركون في استغلال العمال الأجانب عم نحكي أكيد عن استغلال وعم نحكي كمان عن إجار هو بالواقع الإجار هي بس وسيلة لنقل الضحايا وحطهم بموقع استغلالي في كتير فراغ أنوني بيخلي أغلبية عاملات المنازل في لبنان هنا ضحايا استغلال وإجار وهنا عم بحكي بشكل خاص على طريقة الاستقدام دبع هذه العاملات على لبنان اللي عم بتصير من دون مراقبة وعم نشوف كتير نساء تحت السن عم يجو وحدها الجماعيات هي ملجأ للعاملات اللواتية قعنى ضحية الاستغلال جورينا تعيش اليوم في أحد بيوت الحماية في كاريتاس بيوت أنشئت بموجب اتفاقية مع الأمن العام لضحايا الإجار بالبشر وحمت هذه البيوت هذا العام أكثر من 200 عاملة وقعت ضحية حديثة مشابهة بيعرفوا العمال أجانب أنه في محل بيقدروا يلجأوا له أول شيء هذا أهم الشغل بعدين ما بيعرفوا مرات نحن نأملهم المساعدة إن كانت الإنونية أو الطبية أو النفسية أو الاجتماعية اللي ما بيلقواها مطرح تاني وتسعى مساعدة كاريتاس القانونية إلى حل ملفاتهن أمام القضاء واسترجاع حقوقهن قد تشكل مراكز الحماية في كاريتاس المأوى الآمن الوحيد لضحايا الإجار بالبشر وضحايا نظام الكفالة في لبنان لكن البعض يرى أيضا في هذه المراكز ما قد تحول إلى مراكز احتجاز تثني سميرة طراض من جمعية فرونتيرز على أهمية بيوت الحماية لكنها تقول إن بعض النساء في هذه المراكز بتنا محتجزات للأسف وعلنياً الأبن العام أعلنها وهذه اللي صارت هي أماكن احتجاز لكل الأجانب تقريباً النساء أكتر أكيد أماكن كمديل عن مكان اللي بيحطوهم تحت الجسر لفترة زمنية ويمين هي اعتقال طويل وتعسف يعني غير قانوني نحن صح مرات في حالات من الأمن العام تتحول لعننا بس نحن البنت أو العام الأجنبي اللي بدي يفوت لعننا على المركز بدي يكون بكل إرادته وبيقدر يفل بكل إرادته ويبقى أن بعض هذه العاملات لا يحملنا أوراقهن الرسمية بعدما انتزعها وبشكل غير قانوني الكفيل فيكون الخوف أيضا من اعتقالهن مرة أخرى جورينا تقول إنها وجدت في مركز كاريتاس بيتاً وأهلاً لها تنتظر أن يعيد لها القضاء مستحقات عملها في لبنان لتعود وتنضي ما تبقى من شبابها مع والديها في بنجلاديش ترجمة نانسي قنقر